مفاجأة مدوية بشأن سبب وقف تصوير مسلسل أحمس وإجراء عاجل من الشركة المنتجة عاصفة من الجدل انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول برومو مسلسل الملك وذلك بسبب كم الأخطاء التاريخية التي سيطرت على الأحداث المعروضة والتي أثارت موجات عارمة من النقاش ما بين مهاجم وبين معارض لها ومنذ نشر أول صورة لبطل المسلسل عمر يوسف الذي يقدم شخصية الملك الفرعوني أحمس والمسلسل وصناعه يتعرضون للانتقاد حيث توقع المستخدمون أن يكون صاحب دور الملك أحمس أقرب في ملامحه إليه من الفنان عمر يوسف لكن ما أن نشر صنوع المسلسل الفيديو الترويجية رسمية حتى تحول التعجب والانتقاد إلى موجة من السخرية وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مسلسل أحمس وذلك بعض العرض المبهر الذي نظمته مصر في موكب نقل المميوات في حدث عالمي خطف الأنظار وقررت الجهات المعنية في الدولة إيقاف تصوير مسلسل أحمس بعد الكم الهائلة من الأخطاء التاريخية التي شهد البروم الرسمي للعرض المزمع إذاعته في رمضان المقبل وقالت مصادر إن الجهات المعنية قررت وقف تصوير المسلسل مع إنزام الشركة المنتجة بتحمل جميع تكليف التصوير التي تم إنفاقها على العمل حتى الآن وقررت الشركة المنتجة لمسلسل أحمس الذي يقوم ببطولته الفنان عمر يوسف تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه في رمضان القادم يأتي قرار وقف عرض المسلسل بعد الانتقادات التي وجهت له على الملابس والأزياء وشكل الممثلين الذين ظهروا في البروم والخاص بالمسلسل لحين مراجعة تلك الانتقادات نسلسل الملك مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب إخراق حسين المنباوي وبطولة عمر يوسف وماجد المصري وصيبة مبارك ومحمد فراج وريم مصطفى ومحمد لطفي ومحمد علاء ومهن الصار وباسل الزار وامير صلاح الدين وياسين السقة ومعتز هشام ويجسد فيه عمر يوسف شخصية الملك أحمس ورحلة كفاحه ضد الهكسوس اشتركوا في القناة